نشوف مع الكابتن سمير عثمان الحالات اللي اختارها الامبارات الشباب والفيصالي كم حالة؟ عندنا 8 حالات النهاردة يا راجل يلا بس أضر مباراتي الشباب والفيصالي النهاردة ضحك عبدالله المسند ذمتك عبدالله تستاهل 8 حالات أنا راضي ذمتك نحن نقول الكابتن سمير عثماري جيدة كرم لنا ولكن أكرمنا بالحالات لا كثيرة 8 حالات أنت لا تعرف أي شيء يسوي بص حالة إيجابية الحكم ما شاء الله يعني الحتة دي نحن نبقى السلبيات بس طيب المفروض المفروض دي خمسين 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 بص يا كابتن عبدالله هنقول للحالات واتشوف كان في حاجات خمسين خمسين ولا لا عندنا النهاردة ماجد الشمراني ده الزهور 15 ليه 15 مبارات النهاردة للعرض قبل كده أدار مبارتين مبارتين واحدة للشباب ومبارتين قادية للفيصال هنروح للحالات سريعا النهاردة عندنا 8 حالات أول حالة النهاردة كانت في بداية المباراة وأول اختبار لماجد الشمراني اللي فاهم قانون كرة القدم ممتاز بدليل على اللقطة اللي احنا شايفينها لمست يد واضحة جدا على لعيب نادي الفيصالي محمد العمري لكن هو أمر بإستمرار اللعب لإتاحته الفرصة وبعد كده نكمل بقية اللعبة وبعد كده انفراد بالمرمى من لعيب نادي الشباب بحارس المرمى مصطفى ملائكة وهنا هننجي نبص هنلاقي مساعد الحكم بعد انتهاء اللعبة زي ما احنا شايفين هيرفع حال التسلل أما نيجي نبص القرى فيها تسلل لا 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 هي أول حاجة هنلاقي عندنا خطوط منتصف الملعب دي بتسهل جدا الرؤية لمساعد الحكم أما نيجي هنجي بلقطة دلوقتي على مساعد الحكم إبراهيم الدخيل إبراهيم الدخيل واقف فين؟ هنليه واقف يا جماعة بعيد 6 متر 6 متر عن آخر تاني مدافع لنادي الفيصالي طبعا طالما ان اللعيب طالما ان مساعد الحكم وفقد المكان السليم يبقى أكيد هيفقد التركيز وبالتأكيد هبقى قراره غير سليم بوقوف إبراهيم الدخيل دي زي ما احنا منورين عليه عاملين سبوت عليه وآخر تاني مدافع من الفيصالي بعيد جدا يبقى ما فيش تسلل بس هو طبعا يعني رفع التسلل وطبقا لتقنية الـ VR رجعوا لتقنية الـ VR لأقول لعبة مركبة أول حاجة يتاعت فرصة ممتازة بتاعت محمد العمري تاني حاجة مصافة ملائكة طالع طبعا انفرض ومنع هدف أكيد وكان قرار الحكم هنا ممتاز أما رجع لتقنية الفيديو لغى التسلل ويدا كارت أحمر لمصافة ملائكة ودي أول حالة نجح فيها بدر الشمراني في مجد الشمراني في المباراة عندنا الحالة التانية كانت في ديئة 38 لعبة بيتهور من إسماعيل سيلفا زي ما احنا هنشوف هنلاقي فيه لعبة بيتهور من إسماعيل سيلفا لعبة الفاقصالي بيلعب بتهور مع ماتعي بالحربي بصوا بقى هنا فيه ناس كتير جدا هيقولوا طب هي ليه مش كارت أحمر ليه مش استخدام قوة زيدة زي ما احنا قلنا قبل كده فيه فبر بين التهور واستخدام قوة زيدة التهور بيبقى انظار استخدام قوة زيدة طرد زي ما احنا شايفين هو مستخدم إيديه زي ما احنا شايفين وهنا ده هنا الإيد طالما أنا استخدمت الإيد ده خلاص هتبقى فيه تهور إنما تتحول لطرد إمتى لو استرخدمت السلاح السلاح بتاع اليد حاجتين المقبض ده والكوع إنما هنا ما نشوف هنا لعيب نادي الفيصالي رايح بييده هنا ده هنا القرار السليم إنه فعلا لعب بتهور ودي هنا أقصى حالات التهور طبقا للجنة الإفاب الاعتبرات اللي بتوديها والدليل على كده برضو حكم الفيديو النهاردة رائض الزهراني نمشي مع نفس التصور بتاع ماجد الشمراني وهي قرة تستحق فقط الإنظار وراكل حرة مباشرة وهنا برضو لو نفتكر القرار دي ماجد الشمراني هنا ما صفرش عمر برضو باستمرار اللعب ليه كان فيه إتاحة فرصة ممتازة لفريه الشباب بعد كده رجع ودي الخطأ والخطأ إداري عندنا الحالة التالتة كان في دياءة 43 هنلاقي فيه تنافس على القرار بين مهاجم الشباب جونيور ومدافع الفيصالي وليد الأحمدي ولا توجد ركلة جزاء وهنا ده اللعب اللي احنا خلاص اتكلمني عليه حتى نلاحظ طبعا لعيب نادي الشباب بعد مواقع قايم لأنه عارف ان ده تنافس طبيعي بينهم هم بين المدافع والمهاجم وكان قرر الحكم باستمرار اللعب عندنا الحالة الرابعة كان في دياءة 46 مطالبة الشباب لركلة جزاء إيه اللي حصل في الحالة دي هنلاقي لعب الشباب باولونيو بيشوتوا الكورة بتصطدم في جسم روسي داخل جو جسمه نعم بعض لعبية الشباب هيطلبوا ان فيه لمسة يد طبعا فيش لمسة يد هنا الكورة واضحة انها جات في صدر اللعب كان قرر الحكم سليم وأكد عليه والرائد الزهراني عندنا تلات حالات وراء بعض مهمين جدا بطالهم بدر الشامراني تلات حالات نرفع القبعة البدر الشامراني اول حالة لا بدر الشامراني مساعد الحكم تيجي معي هنا نرفع القبعة خليك فوس حياني ومجد الفقي الله يعينهم عليهم عندنا عندنا تلات حالات دلوقتي نرفع القبعة لبدر الشمراني مساعد الحكم رقم واحد عملية بدر بقى عشان نشكره اول حاجة الشباب احرز هدف احرز هدف وحكم المباراة طبعا جاي بيحتسبوا لقى بدر الشمراني رفع التسليه رفع التسلل هنلاقي جون ميري اللي هو نزل في الشوط التاني اما الكرة متشاطة في الجول وجون ميري بيحاول لعب الكرة دخل في المنطقة الفعالة المنطقة الفعالة دي حاجة بتقل رؤية مش حاجة بتقل رؤية عملت تأثير مباشر على حارس المرمى وديها تبننا القرة متشاطة داخل المرمى انا معرفش ليه جون ميري اصلا اشترك في القرة لو كان اصلا ما تحركش من الكان وكان تهدي بقى عدف القدم اليوم اللي حركها دي خدت تأثير من عين حارس المرمى بتاع الفايسالي وكان قرار بدر الشمراني بدون حتى رجوع للفار انه فعلا فيه تسلل لكن برضو رائد الزهران هنا ده المفروض ما كانش نديب صراحة لشان كان قرار مساعد للحكم بدر الشمراني سليم طب دي عندنا الحالة الخامسة اللي هي فيها اول تألق لبدر الشمراني نيجي بعدها في ديئة 74 كانت الحالة الستة في ديئة 74 هدف الشباب هدف الشباب بروسي لعب الفايسالي اما نيجي نبص القرة دي يا جماعة قور بتبقى صعبة جدا على مساعد الحكم ليه؟ واحنا بنتفرج على تلفزيون ممكن لها سألة انما القور المتحركة اللي فيها تسلل بتبقى صعبة جدا انا ما نيجي نبص هنلاقي روسي لعب نادي الفايسالي خط خطوة اثناء لعب الكرة وفيه اثنين موجودين في موقف تسلل بس لا يعاقبه انما اللي احرز الهدف جاي من موقف سليم وروسي يمغطي الحالة عندنا الحالة السابعة دي كانت في ديئة 80 وتقلق اخر لبدر الشمراني اللي انا مسامينه النهاردة بصراحة بدر فار الشمراني تالت تقلق ليه كور من الكورة الصعبة جدا ده مش بس كده هتلاقي جون ماري فعلا متقدم بخطوة وهتلاقي بدر الشمراني بيعمل حاجة جديدة بصراحة حاجة تتدرس بامانة الحركة اللي بيعملها بدر الشمراني انه بيبين يا جماعة القدم اليمنى بتاعة جون ماري هي المتقدمة شوف هو بيشرح لك ايه هنستنى ونرجع لتقنية الVR هنلاقي فعلا الحركة بتاعة بدر الشمراني بتؤكد زي ما احنا شايفين ان القدم اليمنى لجون ماري هي اللي كانت متقدمة على اخر تاني مدافع وكان قرار سليم بإلغاء الهدف لانه فعلا في تسلل على جون ماري مما صعبة حكاية الحكم المساعد صعبة جدا صدق من اكثر اللعبات اللي فيها دقة يعني مهام الحكم المساعد جدا يا كابتن عشان كده انا قلت عندنا تلات حالات هو بطلها بدر الشمراني مساعد الحكم تركيز روح بص هو بيشور على القدم اليمنى امانيري جرى على تقنية الVR هتلاقي الخط الاحمر جاي على القدم اليمنى بتاعة جون ماري عندنا الحالة الاخرانية طبعا كانت حالة جدلية جدا ودي كان في ديئة تسعين كانت ممكن تغير نتيجة المباراة تماما من وجهة نظر تدخل غير مباراة اطلاقا من رائد الزهراني ليه؟ هنا عندنا الفيسالي بيطالب براكل الجزاء طب هل فيه راكل الجزاء ولا لا اول حاجة نشوف ماجد الشمراني حكم المباراة وقفين ماجد الشمراني وقف في موقع ممتاز شايف الكرة كويس جدا انا طلعهم حكم VR وشايف الحكم واقف في موقع ممتاز واخد القرار السليم ما تدخلش اما تدخل في الحاجات الحكم اللي مش شايفه كويس طب هنا فقا فيه راكل الجزاء ولا لا انا العين الثالثة بالظبط للحكم اه بالظبط هنا طب هنا بقى عاوزين نشوف هل فيه اصل راكل الجزاء على الشباب ولا لا اما نيجي نشوف هتلاقي القدم اليمنى بتاعة تفريز هو اللي مادد هو اللي مادد قدم اليمنى عامل زي حجز بطريقة مباشرة على مدافع الشباب وبالتالي لا يوجد راكلة جزاء ولو كنت هتحسب هتحسب راكلة حرة مباشرة على تفريز اللي هو مهاجب نادي الفايصالي بدر الشمراني ماجد الشمراني وقف في مكان ممتاز كنت اتمنى استمر اللعب وما يتحصلش البلبلة اللي حصلت فيها ويرجوع للبر انما في النهاية وصلوا لقرار سليم ولا توجد راكلة جزاء من وجهة نظر انها رضا تبقى اللي هنشوف هل هنشوف راكلة جزاء لا يا كابتن هتلاقي ودافع دافه وضارب رجله نركز بس نركز أنا مركز شايفها انها راكلة جزاء طيب تبقى للقانون هنا يا كابتن وليد تفريز هو اللي حاطت الرجله عشان بيمنع بيمنع لعيب نادي الشباب للوصول للقرة يعني هو المفروض كان يعمل ما يمنعش حلو قوي يبقى فيه تنافس على الكرة طالب ان فيه تنافس على الكرة يبقى فيه استمرار اللعب هنا مدافع نادي الشباب بيحاول يوصل للكرة معرفش يوصل بسبب مد رجل تفريز وهنا كان قرار سليم من مجد الشمرار باستمرار اللعب ودي كانت اهم حالات مبارات الشباب والفايصالي اللي هي مبارات صعبة جدا فيها حوالي سبع حالات تحكمية معظمهم جدلية عكس مبارات التعاون الباطن اللي جي حكم من رومانيا اللي حكمها انما انا شايف ان مجد تفوق ممتاز في هذه المباراة شكرا